السلام عليكم يا دكتورة حالة أنا بحلم أحلام كتير جدا وبشوف رؤى كتير جدا وبعدين بتابع بقى شيخ بيفصر وهو وجوز يعدي زع نضمي لإخواتك يا حبيبتي تعالي وقال لي ما تسمعيش كلام الشيخ ده بصوا يا جماعة خلينا يعني نقول رأي فصل في موضوع الأحلام ده أنا واحدة من الناس أقول الله أنا بحبها الرؤية حلوة الرؤية الصالحة من بشرات النبو تلاتة وتلاتين منهم الرؤية الصالحة الرؤية الصالحة دي عشان كلما صدق العبد في كلامه في الدنيا مع الناس كلما كان صدق القول كان صدق الرؤية والرؤية من المبشرات شفت فيها كعبة شفت فيها رسوله السلام الله شفت فيها آيات جميلة شفت فيها بشرة حد صالح من الأموات مثلا ولا شيخ من المشايخ جاي يقول كذا حلوة الحاجات التحفة دي وبتبقى مبشرات أبلغ بيا بينك نحية حمام أبلغ ما مين من أحب اللي بتحبيه ويعرف انه بيحبك ويتمالك لا مش يحسنك ولا الكلام ده قولي الرؤية من خلاف كده لو حاجة يعني آزتك أو حستي ان فيها حاجة لأ حاجة جلل حاجة ومصيبة حاجة كذا لا يبقى أدفل على يساري فانها مش ريطان ولا يحدث بها أحد طيب الرؤية لأ كان فيها كذا وعملوا كذا بصوا عشان أفرق ما بين حاجتين واحدة جالها نبع السلام في رؤية وقال لأ افعلي كذا 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 استفعلي نفسها تمام ما تفردوش على غيرها وإحنا تقول لك لا ده هو نبي كذا فانها إلا إذا كان مثلا فيها التوصيل وبلغوا فلانا وقولي له فلانا طيب إحنا نأخذ أحكامنا وتشريعاتنا من الرؤى والأحلام خطأ طيب النبي عسلام جي قال جي قال لك أمر طيب لا جي قرر وقال قولي كذا طيب بلغي الأم هيا خلاص بلغي الأمة وقولي كذا لكن أدم الأمر خاص بيك أنت كثير من لها تحدث طيب جزها بقى بقول لها ما تسمعش أي والمشاكل بتشط في نظر ده أنا في قنوات والله العظيم ده أنا في عجب شفت قناة منزلة واحدة بتفسر وجيب لك الحيل ومعرفش تجيب لك إيه من النجوم قلت إيه ده إعلقة التفسير والنجوم قلت آه لا ده شغل بقى شغلتين وجين ويتدخلوا الكلام ده بلكوا وقوعوا كلام ده يخش بكوا وشغل الجين يعني أنا قصين قال ليه شغلتين تطلع من البيت لكن لا ما تسيبك من الكلام ده عندك تفسيري بنسيرين في حاجات بسيطة مثلا الشعر الطويل معناها كده الحصان مثلا معناها الجمل في الرؤية مثلا رجل صالح الحاجات دي لها تقف تفسيرات وتقويلات بالمعنى العام وواحد يستبشر بيها يستبشر بيها لكن إن إحنا نخدها ونعملها حاجة في حياتنا وكذا ونكد على جوزي وهو أنا شفت كذا أنا شفتك متجوز تعليق طب أنا عايز أقول إن الرؤية إن الزوج متجوز الواحد شافت كده مش معناها كده خاص كلما كانت صبية في الرؤية كلما كانت التجارة لك تقول له أنا شفتك وهنكد على وجات لي حالة من الحالات كده مش كده تقول لك منكدت علي يا دكتورة بسبب وأنا مالية تحلم تنكد علي أنا ليه لنأخذ أحلامنا ولا تشريعاتنا من الرؤى والأحلام أدعو الله سبحانه وتعالى كون أحلامك كلها طاعة وبرك الله معمين